عشاق كرة القدم بيخصصون الكثير من الوقت الخاص لتشجيع النادي المفضل لديهم بإنفاق الأموال لاقتناء قميص الفريق أو على تذاكر المباريات وحتى على اشتراكات الكابل عالية التكلفة لمشاهدة المباراة وإذا مفترضنا أنه تم الإعلان عن إدراج هذه الأندية الرياضية في البرصات العربية وعلى سبيل المثال إن كنت من مشجعين نصر وكانت لديك هناك فرصة استثمارية مجدية في سهم الهلال والعكس صحيح فهل انتماؤك الرياضي لناديك قد يمنعك من هذا الاستثمار؟ عالميا يوجد أكثر من 12 ناديا مدرجا في البرصات الأوروبية والذي يدفع الأندية للإدراج في هذه البرصات عدة عوائد أولا بأنها ستوفر سيولة نقضية لهذه البرصات ومن ثم سيدخل هناك مستثمرنا جدد إلى البرصة من خلال جماهير هذه الأندية هذا بالإضافة إلى أن دخول هذه الأندية إلى البرصات ستعمل على تعزيز ونشر الثقافة الاستثمارية عند جماهير الأندية بالإضافة إلى الشفافية من خلال تشكيل هيكل إدارة واضح لدى النادي وفيما يتعلق بالعوامل التي قد تؤثر على ارتفاع أو انخفاض سهم النادي فهي مصادر دخل النادي بداية والتي قد تحدد من خلال إن كان هناك ديون متراكمة على النادي وأيضا نتائج اللعبة والفوز بالبطولات قد يؤثر في تحركات السهم إيجابا كما أن بيع اللاعبين أو شراء لاعبين متميزين أو تغيير المدربين والرعايات من العوامل المحركة أيضا لاتجاه السهم ونجد أن المباريات بدون جمهور قد تهوي بالسهم النادي وهذا ما شهدناه خلال قيود فترة كورونا وبالانتقال إلى المنافسة بين الأندية العربية من حيث القيمة السوقية بحسب بيانات ترانسفير ماركت نجد أن الهلال السعودي يتربع على عرش هذه القائمة بحوالي 60 مليون وأربعمائة ألف يورو يليه نادي النصر بحوالي 55 مليون سبعمائة ألف يورو ومن ثم نادي الريان القطري والاتحاد السعودي وفي المرتبة الخامسة نادي الأهلي المصري بحوالي 31 مليون وثمانمائة ألف يورو وبالنظر إلى أهم المبادرات التي قامت بها البورصات العربية لفتح أبوابها أمام القطاع الرياضي نبدأ من الإمارات التي وقعت مذكر التفاهم بين اتحاد كرة القدم وهيئة الأوراق المالية والسلع لتعزيز جهود تحويل المؤسسات الرياضية إلى شركات مساهمة عامة وبالانتقال إلى السعودية التي تم فيها إدراج شركة لجام للرياضة وهي أول شركة تدخل السوق السعودي متخصصة في مجال القطاع الرياضي وأخيرا في مصر، مصر هذه المرة هناك ترقب لإدراج شركة نادي غزل المحلة لكرة القدم هذا النادي الذي من المرتقب أن يتم إعلان عن اكتتاب هذا الطرح خلال مايو الجاري وكانت هناك أنباء أيضا عن دراسة مجلس إدارة النادي الأهلي لطرح حصة من أسهم شركة هذا النادي لكرة القدم للاكتتاب العام إذن هذا التصور قد يكون مبسطا حول إدراج الأندية الرياضية في البورصات العربية ولكن إلى أي مدى الأسواق مؤهلة لاستقطاب هذه الفئة من الإدراجات الجديدة والمستثمرين المهتمين بالقطاع الرياضي وهل أسواقنا العربية قادرة على مواكبة المنافسة للأسواق العالمية في هذا السباق؟ ترجمة نانسي قنقر